بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سجدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين إلى يوم الدين أهلاً ومرحباً بكم أعزائي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية مع برنامجكم الإسبوعي مستشارق القانوني هذا البرنامج الذي سبق وأكدنا أنه يزاع في تمام الساعة الواحدة من كل يوم أحد ويعاد في الساعة الثانية عشر من مساء نفس اليوم وذلك لنشر الثقافة القانونية والوعي القانوني باعتباره برنامج اجتماعي حلقتنا النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الدعوة المدنية الدعوة المدنية دي هتتقسم لحاجتي في حاجة اسمها الدعوة المدنية اللي بتبقى مرتبطة في جنحة أو في جناية للي أصابوا ضرر من جراء ارتكاب تلك الجنحة أو هذه الجناية وفي حاجة اسمها دعوة تعويض دعوة تعويض هي نفسها الدعوة هي نفسها الدعوة اللي بتقام طبق النص المادة 163 من القانون المدني اللي كانت اللي بتقول إنه يجوز لكل من كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ده نص المادة 163 الخاص بدعوة تعويض أما الدعوة المدنية فهو الادعاء المدني الذي يقيمه المجنع عليه أو المضرور فيه من ارتكاب جريمة جنحة أو جناية في الجنايات مثلا جناية القتل ييجي المجنع عليه وراثته أو الوارث اللي المجنع عليه يدعي مدني هي دي الدعوة المدنية اللي بنقول عليها اللي فيه الجنائي الناشئة عن جريمة جنائية هي الدعوة المدنية الناشئة عن جريمة جنائية هي الدعوة الجنائية الناشئة عن جنحة سرق هي الدعوة المدنية الناشئة عن جنح ضرب هي الدعوة المدنية الناشئة عن جنحة قتل خطأ هي الدعوة المدنية الناشئة عن جنحة إصابة خطأ هي الدعوة المدنية الناشئة عن جريمة سرقة هي الدعوة المدنية الناشئة عن الضرر الواقع من إيصال أمانة تبديد محتوى المدة 341 دي المقصود بكلمة الدعوة المدنية دي تفرق عن دعوة تعويض دعوة تعويض هي الدعوة التي تقام أمام المحكمة المدنية تطبيقاً لنص المادة 163 من القانون المدني اللي قالت كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم صاحبه بالتعويض كل ضرر أو كل خطأ أصاب واحد ضرر يلزمه بالتعويض الدعوة الجنائية اللي مرتبطة بالجنحة أو بالجناية علشان الدعوة مدني دي وردة في نص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية اللي قالت لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً مدنياً أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوة الجنائية في أي حالة كانت عليها الدعوة حتى قفل باب المرافعة وذلك فضلاً عن حقه الطبيعي في رفعها أمام المحاكم المدنية يبقى أنا الوقت بشرح أو بفسر الفرق بين الدعوة المدنية المقامة أمام المحكمة الجنائية سواء محكمة جناية أو محكمة جنح اللي من واحد مضرور في جريمة تم ارتكابها دي منصوص عليها في نص المادة 251 من قانون الإجراءات إنما دعوة تعويض الدعوة النهائية لأن الدعوة المدنية في المحكمة الجنائية ممكن أن تكون مؤقتة يعني ممكن يطالب بتعويض مدني مؤقت قدره 15 ألف وواح ممكن يطالب بتعويض مدني قدره إرش الثاغ واحد ممكن يطالب بتعويض مدني قدره 50 ألف جنيه ليه؟ لأن عندنا النصاب بيسمح باستئناف الدعوة المدنية ذات النصاب اللي ما يقلش عن 15 ألف وواح أقل من كده في الدعوة المدنية اللي يجوز استئنافه لأنه رفع النصاب في المحاكم الجزئية والمحاكم المدنية في المحاكم رفع الحد الأدنى اللي يجوز استئنافه من 5000 إلى 15 ألف وواح من 10 ألف إلى 15 ألف وواح بقى الحد الأدنى اللي يجوز استئنافه أن يكون المجن عليه قد ادعى مدنيا أمام محكمة الجنيات أو محكمة الجنح بحد أدنى 15 ألف وواح هناك فرق بقى في الاتنين كمان في سقوطهما بمدير مدة يعني إحنا فرقنا التعريف الأول وهنشرح الشروط بتاعتهم الآن التعريف قلناه أن دي دعوة أمام المحاكم الجنائية ودي دعوة أمام المحاكم المدنية السقوط في خلاف فرق بينهم كبير جدا في السقوط المدة 172 من القانون المدني بتقول تسقط بالتقادم دعوة تعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر هنا حدد من ثلاث سنين من تاريخ العلم مش من تاريخ الوقوع وقال بقى ويسقط في كل حال يعني بتسقط في كل حال بمضي 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع يعني العمل غير المشروع بيد الحق للمضرور أنه يقيم دعوة تبقى لنص المادة 172 من القانون المدني خلال ثلاث سنين من تاريخ علمه يعني لو علم بوقوع الفعل الغير المشروع سنة 2020 أما تيجي يرفع الدعوة سنة 2024 يتبسك المدة عليه بسقوط الحق بمضي المدة لأنه علم في تاريخ 2020 وأقام الدعوة سنة 2024 والنص هنا بيقول سقوط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم لكن لو معلمش ممكن يرفعها بس قبل مضي 15 سنة من تاريخ وقوع الفعل الغير المشروع على أنه إذا كانت ناشئة عن جريمة وكانت الدعوة الجنائية لم تسقط بعد انقضاء الدعوة المذكورة فإن دعوة تعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوة الجنائية هنا بقى النص أما حدد لي لو هي دعوة ناشئة عن جريمة لو هي دعوة مدنية ناشئة عن جريمة ما تسقطش لبمضي ثلاث سنين ولا بمضي 15 سنة لا تسقط بانقضاء الدعوة الجنائية يعني لو الدعوة الجنائية تسقط بمضي ثلاث سنين حديبقى سقطت لو هي مرتبة بيها طيب لو جريمة جناية معلوم أن الجناية لا تسقط إلا بمضي 20 سنة فهل بقى يسقط الحق بمضي 15 سنة الحد الأقصى لنص المادة 172 ولسه الجريمة الجنائية قائمة لم تسقط لأنها بتسقط بعد 20 سنة يبقى عند كمان فرق خمس سنين لا النص هنا قال ولا تسقط إلا بانقضاء الدعوة الجنائية يعني لو هي مرتبطة بجناية والجناية لم أخذ فيها حكم وما عملش إعادة إجراءات ولا تم القبض عليه لا تسقط الدعوة الجنائية في هذه الحالة إلا بمضي 20 سنة الدعوة المدنية لا تسقط الدعوة المدنية إلا بمضي 20 سنة اللي هو موعد سقوط الدعوة الجنائية طيب إحنا كده عرفنا الدعويين وعرفنا الفرق بينهم في السقوط طيب إيه شروطهم بقى الشرط الأول في الدعوة المدنية وقوع الدرر ده ركن أساسي من أرقان إقامة الدعوة يعني لازم يكون قد أصابك درر وهذا الدرر لابد أن يكون محققا لأنه ركن أساسي في الدعوة المدنية ويجب أن يكون ناشئا عن فعل جريمة ده بالنسبة للدعوة المدنية المرتبطة بالجنح بالجريمة لابد أن يكون ناشئا عن جريمة نضرب مثال واحد ضرب واحد كسر له دراعه هنا كسر الدراع يعتبر ضرر من حقه إذا تقدمت لمحكمة الجنح أنه يتدعي مدني لو ما أثبتش عها يعني هيتدعي مدني باعتباره تحقق ركن الضرر بكسر اليد طيب لو رحت محكمة الجنات أثبت عها الضرر ذات يبقى الضرر أصبح محقق يبقى له الحق في أنه يتدعي مدني والضرر ده قد يكون مادي وقد يكون معنوي وقد يكون أدبي وقد يكون مالي في الجرائم المال جرائم الشيك بطول رسيد وجرائم الإصال الأمانة وجرائم الآيبة الجهاز الزوجية وكده الركن المادي ده سهل جدا تقديره لأنه معروف قيمة المبلغ اللي فقده أو اللي صرفه في الدرر فمحدد قيمته فمعروف عربية تم إطلافها فأصبك درر صلحتها بعشرين ألف جنيه يبقى لك الحق أنك تطالب بالعشرين ألف جنيه وتقدم الفواتير يتدلع على ذلك والمحكمة تقضي لك بذلك لو ما المسروق حيبقى يقضى بما يعادله أو يعوضه من مصدر الكسب الدرر الأدبي والمعنوي هو اللي يصيب المضرور في سمعته أو النيل من شرفه أو اعتباره يعني السمعة يعني تاجر مش جزء من سمعته الأمانة والصدق واليسر فإذا ما أصاب التاجر في سمعته أو في التشهير عليه أو في أو التشهير به أي أمر يبقى ده أصيب بضرر في سمعته وهذا الضرر في القانون يسمى الضرر الأدبي أو المعنوي مطالبة التعويض لأم فقدت ابنتها في حال السيار طفلة عربية ما وتت الأم الدرر اللي أصابها هنا هي الطفلة كانت بتعولها يعني معقول الطفلة كانت بتعول الأم علشان نقول فيها درر مادي ها لا لأن محل الدفع بالمسؤولية أنها كانت الصغيرة لا تعول أمها فإن قتل الأبناء يسبب لوعة وحصرة مما يسبب لهم من الألم المبرح الذي يستوجب الطعويد يعني معيار الدرر يتقال فيه لو أنا فقط أبوي أو لو واحد فقط والده هنقول الدرر اللي أصابه ما فاته من كسبه ما لحقه من درر من خسارة وإنه هو كان بيصرف عليه من اللي حيصرف عليه ومن اللي حيتولى رعيته ومن اللي طيب لو عكسناها موت الإبن بيصيب الأب بدرر إيه ما فيش غير اللوعة والحصرة اللي بتبقى أكبر من إنه يفقد العائل اللي بينفق عليه فيوجب التعويد آآ طيب الخطيبة اللي خطيبها عربية خبطته ما إيه الدرر اللي أصابها الدرر اللي أصابها درر حزن وحسرة وألم على فقد الخطيب طيب فيه كمان درر مدي إيه ما تم إنفاقه من تجهيز للعروسين من عفش ومن منقولات ومن ومن شقة ومن دكورات ومن كل دي مصرفات كانت حتكمل الفرحة والخطيبة تبقى زوجة فده أصابها ضرر اللوعة والحصرة والألم وما تم من إنفاقه لتجهيز العرس بين الاتنين ده نوع من أنواع الضرر المؤلم ونبدي النموذج اللي مش معتاد إنه يتسمع لإنه أحيانا الناس كلها يا عم ده كانت خطبته ده ما فيش ما يفيد إنه كانوا كتبين الكتاب ده ما فيش ما يفيد إنها كانت زوجة ده هيبقى الحق للوالدين فقط لا يا سيدي المخطوبة في هذه الحالة أصبها ضرر الألم على عدم الاستكمال والحصرة وكمان ما أنفقته على من مصريف على تجهيز العرس العرس المادة 2222 من القانون المدني قالت يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا لكنه لا يجوز أن ينتقل إلى الغير يشمل التعويض الضرر الأدبي بس الضرر الأدبي ده ما يتنقل شي إلى الغير هو خاص بالشخص نفسه والقانون قد قصر المطالبة بالتعويض على من أصابه ضرر اللي هي الألم والحصرة من جراء الموت حتى الدرجة التانية يعني الوالدين الأبناء الأخوة الأخوات خلفهم ما يبقاش له حق في طلب التعويض ده تبقى نص المادة 222 من القانون المدني أنا بس بتناول بإشارات سريعة لأن هذا الموضوع ضخم وسمين ومحتاج كل عنصر من دول شرح بدرب الأمثلة لكن أنا بقدر الإمكان بدرب أمثلة حتى أتصل إلى ذهن المشاهد في مجال التطبيق العملي في أمام المحاك أن يكون الشرط الثاني إحنا قلنا الشرط الأولاني وقوع الدرر وأصلنا الدرر وفسرناه والنصص والمواد القانون التي تنطبق عليه أن يكون الدرر ناشئا مباشرة عن الجريمة يعني في الدعوة الجنائية المدنية أمام المحكمة الجنائية لابد أن يكون الدرر اللي هو الركن الأولاني ناشئا من جريمة ما ينفعش يبقى فعل لوحده لأنه لو فعل الواحده حيبقى خاص بيه المادة 163 للخاصة بالقانون المدني بدعوة تعويض مش دعوة المدنية دي اسمها دعوة تعويض ودي اسمها الدعوة المدنية للزملاء المحامين اللي لسه بدئين الأصل أن الاختصاص في الدعوة المدنية أنها ترفع أمام المحكمة المدنية زي ما أنا قلت الوقت الدعوة النص المادة 163 من قول المدني احفظوا الرقم ده ولكن ممكن أنها ترفع أمام المحاكم الجنائية بصفة استثنائية يعني الأصل اللي مختص بها المحاكم المدنية لكن أجاز القانون الإدعاء المدني أمام المحاكم الجنائية بصفة استثنائية وهي دعوة المطالبة بالتعويض المؤقت لكن لا اختصاص للمحاكم الجنائية بالحكم بالتعويض عن الضرر الناشئ في بعض الدعوة خلي بالكم من اللي جاي اللي جاي ده كلام سيمين شوي لا اختصاص للمحاكم الجنائية بالحكم بالتعويض عن الضرر الناشئ عن محاكم الأحداث مثلا ما فيش أمامها دعوة مدنية ده بنص القانون محاكم الأحداث ما فيش فيها إنك تدعي مدني بنص القانون طيب وإيه كمان دعاوة الطلاق بسبب الزنا جريمة الزنا وقوحة سبب الذي يستوجب الطلاق لكن دعاوة الطلاق اللي سبب الطلاق فيها ارتكاب أيهما الزنا في المسلمين وغير المسلمين لأن ده شرط في جيف كل الشرائع لا يجوز فيها للدعاء بالدعوة المدنية ولا اختصاص للمحاكم الجنائية في الحكم بالدعوة المدنية في دعاوة الطلاق بسبب الزنا أو دعاوة إنكار النسب دعاوة إنكار النسب أما حد ينسب ولد إلى شخص معين والشخص ده يرفع دعوة إنكار نسب ويصيبه من جراء النسب هذا ضرر فلا يجوز له أنه يدعى مدني أمام المحاكم الجنائية في دعوة إنكار النسب أو دعوة الحرمان من الميراس بسبب القتل معلوم أن القتل سبب من أسباب الحرمان من الميراس يعني ما تقتل اللي حتورسه تتحرم من إنك تاخد ميراس منه دعاوة الحرمان من الميراس بسبب القتل لا يجوز الإدعاء أمام المحاكم الجنائية فيها بالدعوة المدنية كذلك لا يجوز أن يطالب أمام المحاكم بقيمة الشيك ذاته في جريمة الشيك بدون رصيد ها؟ لا يجوز إنك تطالب في دعوة تعويض بقيمة الشيك في جريمة الشيك بدون رصيد ليه؟ لأن هذا الدين سابق على وقوع ارتكاب جريمة الشيك بدون رصيد فما يجيش قدام جريمة الشيك بدون رصيد إلا إنك تدعي مدني بتعويض مؤقت لكن تطلب قيمة الشيك فده لا يجوز قانونا السبب الثالث علشان الوقت بتاعنا أن يكون الضرر شخصيا يشترط أن يصيبوا الضرر صاحب الدعوة شخصيا فليس لأي إنسان الحق في طلب تعويض تعويض ضرر أصابة غيره أه؟ آه صاحب الدرر المصاب بالدرر شخصيا هو صاحب الحق في إنه هو اللي يطالب بالتعويض غيره؟ لا الزوجة؟ لا الإبن؟ لا الأب إلا إذا كان والي طبيعي الأم إلا إذا كانت وصية بقرار وصاية يعني عشان نقدم الصفة يبقى المضرور شخصيا هو اللي لهو الحق في إنه يقيم تلك الدعوة دون غيره إنما الأب عن الإبن قلنا يجوز بس في حالة أنه يكون الإبن قاصر ما دون الواحد وعشرين سنة يبقى الأب هنا مش بشخصه لا بصفته ولي طبيعي على ابنه اللي أصابه الدرر وهنا هتبقى مباشرة لأنه هو هنا دخل بصفة الإبن وكذلك الأم ما ينفعش إذا كانت بنتها بالغة أو ابنها بالغ ما ينفعش تطالب بتعويض أصاب الإبن أو البنت لكن يجوز إمتى؟ يجوز في حالة أن يكون الإبن أو البنت قاصر ما دون سن الولاية اللي هي السن الـ 21 سنة وتكون الأم معينة من قبل المحكمة الحاسبية بأنها وصية بلا أجر على الصغير سواء الولد أو البنت في هذه الحالة بتتحقق الصفة والمصلحة في الإدعاء بالدعوة المدنية لأنها ليست الإصابة أو الضرر خاص بها هي شخصيا وإنما للغير لأن القاعدة العامة أن المضرور روحده هو صاحب الحق في أنه يطالب بهذا الحق الشرط الرابع واللي قبل الأخير يجب أن يكون هذا الضرر محققا يعني قلنا ضرر وخطأ والضرر شرحناه مد وآدبي وقلنا أنه لازم يكون ناشئ عن جريمة وقلنا أنه يكون الضرر شخصي وقلنا لازم يكون ضرر محقق قد وقع بالفعل فلا يكفي أن يكون محتملا أو جائز الوقوع يبقى هنا يشترط أنه يكون ضرر قد وقع بالفعل مش هنقول أصل ممكن أعمل جنحة إتلاف لأن أنا السقف بتاع الحمام هيقع علي ده اسمه ضرر محتمل لا إحنا عايزين نقول السقف هو إياه؟ يبقى أصاب ضرر بقى ضرر مباشر يتقدم بتهمة الإتلاف وتدعي مدني أمام المحكمة الجنائية في الإتلاف وتبقى المسألة كده كاملة السبب الأخير بقى أن يكون هذا الضرر قد أصابه شيئا مشروعا يحميه القانون ما نجيش بقى نقول ضرر أصابه من تجارة غير مشروعة في المخدرات ما نجيش نقول ضرر أصابه في مصنع شغال بدون ترخيص ما نجيش نقول واحد في سرقة الكهرباء ضرر أصابه من أنه صعقة بالكهرباء المسروقة يبقى لازم أن يكون الضرر قد أصاب المضرور بسبب مشروع يحميه القانون يبقى في الحالة دي الأركان اتكونت أنا عايز أقول أنه لما يتحقق الضرر تتأكد المحكمة من وقوعه ويدعي مدني وتكون هناك علاقة سببية بين الفعل والنتيجة يعني لا بد أن يكون الفعل الإجرامي هو اللي أدى إلى النتيجة ويكون بينهم علاقة اسمها علاقة رابطة السببية لأن المادة 163 من القانون المدني اللي بتقضي بقى بالتعويض الكبير اللي المفروض هيبقى بقيمة الشيء لأن المادة 163 من القانون المدني كانت موضحة الأمر أنه من كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم صاحبه بالتعويض النص ده هو اللي عامل الشروط اللي أنا بقولها لحضرتك علىها دي بتقول لازم يكون هناك خطأ ولازم يكون هناك ضرر ولازم يربط بين الخطأ والضرر علاقة سببية تكون هي اللي أدت إلى النتيجة اللي أصابت المضروف في العلاقات التعاقدية لما تيجي المتعاقدين يتفقوا على اتفاق شيء معين بالذات تعالوا نضرب مثل في بيع مثلا أسهم في شركة أو في بيع جزء من مصد وبعدين نقول هذا البيع نشأ عنه التزامات متبادلة بين الطرفين إنني أدفع مبلغ خمسة أرش مقدم وإن أنا أقصت عليها على مدة خمس شهور كل شهر أدفع مبلغ معين بالذات هب إن احنا نقول ندفع كل شهر ونصف مليون جنيه في بيع الجزء من الأسو وأنا جيت أحد المتعاقدين تخلف عن سداد تلك الأقصاء وكان موجود في العقد شرط من الشروط اللي بتقول كل طرف أخلي بالتزام هذا التعاقد يلزم بسداد مبلغ خمسة مليون جنيه تعويد للطرف الآخر بعتبر إن المبيع كان قيمته مثلا خمستاشر مليون طيب أنت دفعت عشر مليون أو ثمانية مليون وباقي عليك سبع مليون أنت جيت ما دفعتش السبع مليون دول في مواعدهم يبقى أنت ما نفست الشرط من الشروط المنصوص عليها في العقد بتاعك فيبقى تبقى لنص المادة مية تلاتة وستين من القانون المدني أصابك ضرر من عدم استلامك لقيمة الأقصاء في المواعيد المحددة في العقد يبقى لك الحق أنك تقيم الدعوة تقول فيها أنا بلزمه بسداد مبلغ الخمسة مليون جنيه اللي وردين في العقد في البند رقم كذا لأنه أخلي بالتزامه في عدم سداد المبالغ في المواعيد المحددة قانونا أو الضرر اللي أصبني عبارة عن تعديل سقر الصرف التعويم أن الخمسة مليون دول كانوا المفروض يقوم في أيامها الوقت بقوا هم قيمتهم سبعة مليون أو تمانية مليون يبقى أنا أصبني ضرر من عدم أخذان المبالغ في المواعيد المحددة لها يبقى المحكمة تتحقق من وقوع عدم سداد الأقصاد والضرر اللي أصابوا من أن التعويم حصل والفلوس فقدت 30-40% من قيمتها بعد التعويم يبقى ده ضرر وعلاقة السببية بينهم عدم السداد في المواعيد هو اللي خلى الخسارة لاحقت بالراجل فالمحكمة في الحالة دي تحكم بالمبلغ المتفق عليه في العقد التعويض اللي سبب الضرر بتاع فقدانه والجزء من المال والمحكمة لها الحق أنها تلزم الطرف المخل بأنه يسدد المبلغ المزبوط في العقد جزاء وفاقا لإخلاله بالالتزامات دي بمنطقة البساطة الدعوة المدنية ودعوة التعويض دعوة المدنية المختصة بها المحاكم الجنائية جنح وجنايات دعوة المدنية المختصة بالمدة 163 من قانون المدني وقلنا فيما تسهل حلقتنا أن الفرق بين الاتنين في التعريف وفي مدة السقوط وفي ضرورة توافر أركان الدعوة المدنية الخمسة اللي قلنا عليهم أن يكون ضرراً محققاً أن يكون الضرر موجود وأن يكون من الجريمة وأن يكون شخصياً وأن يكون محققاً وأن يكون مشروعاً يحميه القانون وقلنا الشروط في المدة 163 أن هناك خطأ وهناك ضرر وهناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر لتوافر هذه الشروط توجب الحكم بالتعويد والأولى توجب الحكم بالدعوة المدنية وبكذا نكون أنهينا حلقتنا النهاردة إلى لقاء في الأسبوع المقبل في نفس هذا الوقت من الساعة قبل نصف ساعة من هذا الوقت في الأسبوع المقبل إن شاء الله أراكم على خير في موضوع جديد وفي حلقة جديدة بارك الله فيكم وحفزكم الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته